موسيقى نشرة السابعة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها سبعة شهداء وأكثر من عشرين جريحا في هجوم مسلح على حافلة في جنوب مصر عشرات الإصابات في اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات العودة عند السياج الفاصل مع غزة شهيد وعشرات الجرحى في غارات مكثفة للتحالف السعودي على صنعاء والحديدة وحجها سشار واردوغان يؤكد تذويب جثة خاشقجي بعد تقطيعها ونتنياهو يشدد على ضرورة استقرار السعودية وأولوية مواجهة إيران واشنطن تقرر إعفاء ثماني دول من عقوباتها على إيران مؤقتا من بينها تركيا وتهران تؤكد عدم تأثرها وقدرتها على إدارة شؤونها الاقتصادية كذا الرئيس المصري عبدالفتح سيسي عظم بلاده على معاصلة مكافحة الإرهاب جاء ذلك عقب استشهاد سبعة أشخاص وجرح أكثر من عشرين في هجوم على حافلة متجهة إلى محافظة المينيا في صعيد مصر وفق حاصلة أولية الأسقف العام للمحافظة الأنبا مكاريوس قال إن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت أتية من محافظة سهاج وفي طريقها إلى دير الأنبا سمويل بالمينيا في جنوب البلاد دان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي سلف حافلة تقل عددا من الأقباط في المينيا في صعيد مصر الأزهر أكد أن الهجوم عمل إرهابي جبان يتجرد من أدنى معاني الإنسانية وهدفه ضرب التعايش والسلام في مصر وأشدد على أن الإرهاب لن يهزم عزيمة المصريين وإرادتهم في محاربته وفي القضاء عليه صيب 32 فلسطينيا بإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص بشكل مباشر على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار عند السياج الفاصل لقطاع غزة هيئة الوطنية لمسيرة العودة أكدت استمرار المسيرات حتى إسقاط وعد بيلفر المشوم وكسر الحصار وإنهاء معاناة أهالي القطاع بيان الهيئة شدد على استمرار المقاومة والانتفاضة على كل الأراضي الفلسطينية ودعا إلى العمل الجاد لتحقيق المصالحة الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجابة الشعبية لتحرير فلسطين كيد الغول أكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال وسيحافظ على حقوقه وفي حديث مع الميادين قال الغول أن وعد بيلفر يترجم اليوم في بعض الدول العربية بدون شك الآن الوضع في غاية الصعوبة للأسف اليوم يترجم وعد بعض الدول من قبل بعض العرب الرسميين عندما تستقبل عواصم عربية المجرم نتنياهو عندما تستقبل عواصم عربية وزراء إسرائيليين عندما تستقبل عواصم عربية رياضيين إسرائيليين إلى آخره فهذا يعني بدء التسليم الرسمي العربي بنتائج وعد بيلفور نحن نقول أن هذا الأمر سيزيد من صعوبة نضالنا لكنه لن يفرض علينا التسليم بهذا الوعد وأعتقد أن مسيرات اليوم كانت رسالتها في غاية الوضوح أننا نناضل من أجل إنهاء ما تجسد عن وعد بيلفور وهو الكيان الصهيوني فإذا رسالتنا الآن مزدوجة للعدو الصهيوني أولا ولكل العرب المستسلمين الذين يسلمون اليوم بنتائج هذا الوعد نظم عشرة النشطين التونسيين وخفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية بتونس بمناسبة الذكرى الواحدة بعض المئة لوعد بيلفور المحتجون رفعوا شعارات تدين القرار البريطاني الذي مهد لقيام دولة الاحتلال والتشريد الفلسطينيين وحملوا بريطانيا والولايات المتحدة ودولا خليجية مسؤولية الجرائم التي اقترفتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الهدف هو إدانة الجريمة البريطانية التاريخية لإعطاء فلسطين للصهاينة وتحميلها التبعات والمفاعل القانونية الدولية على هذه الجريمة الكبرى وثانيا حق العودة وحق القدس الذي لا عودت عنه وثالثا القول أن بيلفور باطل والعودة هي الحق هذه الوقفة تأتي احتجاجا على موجة التطبيع التي طالت بعض الأقطار العربية بشكل مفزع ومريع في الأسبوع الأخيرة وهذه الوقفة جاءت أيضا لمساندة مسيرات العودة في فلسطين وكل قوى المقاومة في الوطن العربي وخاصة في سوريا ولبنان تطبيع بعض الأنظمة الدول العربية بشكل علني مع إسرائيل يقابله غضب شعبي يرفض الاعتراف بمغتصب الأرض وقاتل الأطفال والنساء صديقا مواقف الناشطين الرافضة للتطبيع تتصعد يوما بعد يوم على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العرض مع بيسان تراف أهلا بكم وما عاد للعرب قضية مركزية أو حتى هامشية فقد انخرطوا في تطبيعهم منذ عقود في زمن لم يعد فيه للعرب لا آت أنظمة تتمرد على إرادة شعوبها لكسر حاجز العداء مع من ظلم وشرد واختصبه وشعوب واعية لحقها مؤمنة بمقاومة من سلب وسلخ ودمر العمنيون غاضبون من تقرير تلفزيوني أعدته قناة كان الصهيونية عن مسقط الناشط توفيق الشحي اكتفى بالتعليق منتهى القذارة من جهتها عن ناشط الحر ابن الحر غرد يا لذلة قوم بعد عزهم حالهم ذل وهوان وفي خطوة لافتة طرد ناشطون شركة نيتافيم الإسرائيلية من معرض التمور الدولي شمال المغرب الخطوة طبعا أثارت غضب السلطات المحلية وممثلي الشركة الصهيونية وأدت إلى اعتقال بعض المشطاء ولكن الأمر انتهى بإغلاق الشركة الإسرائيلية داخل المعرض موقع مش وطني غرد الحركة العالمية المناهضة للصهيونية في المغرب تستنكر استضافة مهرجان الأندلسيات الأطلسية فرقة أندلوسيوس التي تضم جنودا من جيش الاحتلال أنهوا خدمتهم العسكرية التي استمرت ثلاث سنوات المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يستنكر دعوة رئيس جمعية ثقافة وفنون عبد العالي الرحمن لوزير الحرب الإسرائيلي عمير بيرتس ليقدم محاضرة تحت عنوان المغرب أرض كل الديانة والتعايش المرصد دع الشعب المغربي إلى أن يقف سدا منيعا ضد الجريمة الصهيو تطبيعية الخطيرة البحرينيون غاضبون أيضا من خبر نشرته يديعوت أحرنوت ومفاده أن حوارا سريا يجري بين البحرين وإسرائيل وأن زيارة مرتقبة سيقوم بها نتنياهو إلى المنامة دكتور طاها غرد نرفض وجود سفارة للكيان الصهيوني في المنامة من جهتها الشاعرهياء الشطي من البحرين غردت رغم بعدنا ألاف الكيلومترات عن فلسطين لكن أصبحنا نصارع الصهاينا في بيوتنا في شوارعنا وبأن المعركة أصبحت أكبر فعدونا أمام قره شعوبنا سيصغر فسننتصر إياد بسالم من السعودية غرد بلفور وعده ومضى والعربان وفو بوعده دكتور صالح النعام من فلسطين نشر صورة لفتاتين إسرائيليتين تحملان ورقة كتب عليها بالعبري أن تكره العربي هذه ليست عنصرية بل هي قيمة إهداء معلقا التغريدة هي للمهرولين للتطبيع مع هذه النفايات البشرية الرئيس والبرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في فلسطين المحتلة من تل أبيب إلى القدس المحتلة قريبا استبعد أن يؤدي هذا الإعلان إلى توثير العلاقات بين البرازيل ودول الشرق الأوسط لا أرى أي مشكلة في نقل السفارة الإسرائيلية نحن نكن الكثير من الاحترام لإسرائيل وللشعوب العربية البرازيل بلد مسالم ولا نريد أن يكون لدينا مشاكل مع أي أحد ما نريده هو التجارة مع العالم وإيجاد طرق سليمة لحل المشاكل لكن لا نريد أن نضر بالمحادثات التي نجريها مع بقية العالم وسوف نوازن قضية الأمن العزم على نقل السفارة البرازيلية في تل أبيب إلى القدس المحتلة هو أول المواقف البارزة للرئيس البرازيلية المنتخب بولسونارو يحرص على التشبه بالرئيس الأمريكي والسير على خطأ حتى قبل أن يتسلم مهمه هذا تقرير لمريم عثمان لم يكن يكفي القارة الأمريكية والعالم ترامب واحد حتى يأتي آخر ربما أشد خطورة من الرئيس الأمريكي نفسه الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو يمشي على خطأ دونالد ترامب منذ الأيام الأولى لانتخابه وحتى قبل أن يستلم مهامه نية نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة أولى مواقفه الواضحة نحو تعزيز العلاقات البرازيلية الإسرائيلية كما وعد في حملته الانتخابية تل أبيب لم تتأخر عن الترحيب بموقفه إذ وصف رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو القرار بالتاريخي بولسونارو أو ترامب البرازيلي كما يلقب عرف بمواقفه اليمينية المتطرفة وبتصريحاته العنصرية ضد النساء والمهاجرين والسمر احتفى الرئيس البرازيلي المنتخب بحقبة الدكتاتورية والقمع التي مرت بها بلاده وتوعد بتغيير مصير لبرازيل شدد على ضرورة تحصين العسكريين من المساءلة خلال مهماتهم الأمنية وعلى تعديل قانون حمل السلاح ليمنح الحق بالتسلح للمواطنين كافة الرئيس البرازيلي المنتخب والذي جعل من وسائل التواصل الاجتماعي أدات حملته مع 15 مليون متابع هو معارض واضح لليسار وأكد فور إعلان فوزه اللا إمكانية لمغازلة الاشتراكية والشيوعية واليسار الذي وصفه بالمتطرف وبانتخاب البرازيليين رئيسا يمينيا متطرفا تتزيد المخاوف مما ستواجهه رابع أكبر ديمقراطية في العالم في عهد بولسونارو ومواقفه المتشددة والمثيرة للجدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو سرع إلى الترحيب بقرار الرئيس البرازيلي واصفا إياه بأنه تاريخي نتنياهو هنأ من وصفه بصديقها الرئيس المنتخب جاير بولسونارو على نيته نقل السفارة في خطوة اعتبرها صائبة على حد تعبيره في المقابل أكدت السلطة الفلسطينية أن قرار الرئيس البرازيلي انتهاك للقانون الدولي فيما وصفت حركة حماس هذا القرار بأنه خطوة مغادية أما النطق باسم حركة حماس سامي فدعى بولسونارو إلى التراجع عن قراره المعاد للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية سشدت امرأة يمنية وجرح خمسة مدنيين بقصف جوي وبري للتحالف السعودي على صعدة الحديدة وجرح أربعة مدنيين في قصف جوي للتحالف على منطقة كيلو ستة عشر في الحديدة غرب اليمن وعشان التحالف السعودي أكثر من خمسين غارة على مواقع مختلفة في صنعاء والحديدة وحجة في المقابل قصف الجيش اليمني والإيجان الشعبية موقعا لقوات هادي بصاوخ باليستي من طراز بدر وان بي في صحراء البقع طفلة اليمنية أمل حسين هزت صورتها الضمائر الحاضرة الغائبة ضمائر لم تبادر لإنقاذها ففارقت الحياة بعد صراع مع الجوع والمرض والإهمال ومع حرب لم ترحم سنوات عمرها السبع لو تعرفين يا أمي أني رحلت من أجلك لا لأنه أزعجني ديق المكان حيث تشاركينني سرير المرض بل لأني أنهكت من ملامحك العاجزة أمام الصراخي ومن يديك الراجفتين في كل مرة تحاولين حملي من دون سماعي تقطقط عظامي سامحيني يا أمي على رحيل المبكر مكان الذي تركته في المركز الصحي في أسلم يحتاجه أطفال غيري سأترك لهم سريري واسمي لعلهم لا يرون ذلك الخوف المؤلم الذي لم أتمكن من الاعتياد عليه في عينيك أمل حسين الطفلة اليمنية ذات الأعوام السبعة هزت صورتها التي تشع قهرا جمهور صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حين نشرتها الأسبوع الماضي أثارت ردودا واسعة من قراء أعرب فيها عن حسرتهم ورغبتهم في تقديم المال لعائلتها كما أرسلوا للصحيفة ليسألوا إذا ما كان وضعها قد تحسن أخبر هؤلاء أنها توفيت هي التي لم تفارق الابتسامة وجهها بحسب والدتها فارقت الحياة إلى الأبد استلقت بصمت في كوخ من قش وأغطية بلاستيكية بعد أن اضطرت إلى الخروج من المستشفى برغم حالتها الحرجة لإفساح المجال لغيرها من المرضى أخبروا كل من سأل عنها أنهم مشكورون على حسرتهم ومساعدتهم لكنها لن تكفي فأمل واحدة من نحو مليوني طفل يعانون من سوء تغذية حاد وحالة أربعمائة ألف منهم حرجة للغاية أخبروهم أيضا أنها كانت قد أجبرت على الفرار من منزلها منذ ثلاثة أعوام لأنها تعيش في صعدة وإذا لم يعرفوا صعدة اشرحوا لهم أنها محافظة يمنية قصفت بأكثر من ثمانية عشر ألف غارة جوية على الأقل منذ عام 2015 من قبل التحالف السعودي الأمريكي لعلهم يستوعبون المشهد رحلت أمل حسين تاركة قلب أمها المنفطر وفرصة أخيرة لضمائر العالم أجمع لتقف مرة واحدة وتصرخ كفا مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن مارتين جريفث أعلن أن الأمم المتحدة تنوي عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن أواخر الشهر الجاري متحدث باسم جريفث قال أن البحث جار في التفاصيل وضف أنه سيتم تأكيد موعد ومكان العقاد المؤتمر خلال الأسبوعين المقبلين تام القيادي في حركة أنصار الله اليمنية عبد الوهاب المحبشي واشنطن بالسعي لإنقاذ السعودية ومشاركتها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني لصناعة نصر وهمي وحفظ ماء وجه السعوديين يبدو بأن أمريكا تريد أن تنقذ ما تبقى من سمعة سعودية ومكانة سعودية قبل أن تغرق تماما في المستنقع اليمني وذلك من خلال أرز النصر ولو بأكبر قدر من الخسائر البشرية وأكبر قدر من القوة النارية الهائلة التي تحدث ما يسمى الصدمة والترويع لدى الشعب اليمني كما صنعت في اليابان في عام 1945 أعلن مستشار والرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن جثة الصحفية السعودي جمال خاشقجي تم تذويبها بعد قتله في قنصلية بلده في إسطنبول قبل شهر وقال ياسين اكتاي مستشار اردوغان والمسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم لصحيفة حريات أن الأمر لم يقتصر على التقطيع بل تخلص من الجثة بإذابتها في هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الناروجية أنها استدعت السفير السعودي على خلفية قضية قتل خاشقجي وأكدت وزيرة الخارجية الناروجية اينا ريكسون سويدي أنها أثارت قضية قتل خاشقجي مع السفير السعودي وشددت على مدى جدية الناروج في التعامل مع هذا الأمر من جهتها دعت برلين الرياض إلى إجراء تحقيق شفاف في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومخاص سبتي أمسوري نكافا بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية حذر من إمكانية فرض برلين عقوبات على السعودية إذا لم تفي المملكة بتعهداتها في قضية خاشقجي كما أشار إلى وجود العديد من الأسئلة العالقة رغم مرور شهر على اختفاء الصحفي السعودي وفي فرنسا برز الهجوم الشديد للنائب باستيان لاشو على السعودية وانتقاده علاقة بلاده معها وخلال الجلسة لمسائلة الحكومة قال لاشو أن الجميع يدرك أن السعودية تشتري الصمت الفرنسي من يستطيع أن يتجاهل أن السعودية دولة إجرامية لقد ارتكبت مئات جرائم الحرب ومارست العنف الإنساني تحكم بالموت على المناضلين من أجل حقوق الإنسان شكلت وستظل تشكل المجموعات التي تجند فيها الجماعات الإرهابية متشدديها تشن حربا قدرة على اليمن مئات جرائم الحرب ارتكبت تقصف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني تغتصب وتخطف وتقتل ملايين الناس مهددون بالمجاعة وبرغم كل ذلك يبتسم مكرون وهو يلتقط صورة سيلفي مع محمد بن سلمان حتى أنه يدعوه إلى باريس ما هذا الجبن؟ في هذا الوقت تواصل فرنسا تسليمها الأسلحة ما هذه السخرية؟ هذا يكفي مبيعات الأسلحة هي العار هذا العمل القضر من النفط والدولارات والدم هذا مهين وغير شرعي وإجرامي كل العالم يعرف أن السعودية تشتري صمت فرنسا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وصف قتل خاشقجي بالمروع لكنه دعا إلى الحفاظ على استقرار السعودية وفي أول تعليق له على القضية قال نتنياهو أن استقرار السعودية مهم جدا لاستقرار المنطقة والعالم أعتقد أننا يجب أن لا نشيح نظرنا عما هو مهم هناك أمور مهمة جدا على سبيل المثال ما حدث في قنصلية إسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه على النحو الواجب لكن في الوقت نفسه أقول إن من المهم بالنسبة لاستقرار العالم والمنطقة أن تبقى المملكة العربية السعودية مستقرة وأعتقد أن من الضروري إيجاد طريقة لتحقيق كل الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر هي إيران ويجب علينا التأكد من أن إيران لن تستمر في الأنشطة الخبيثة التي كانت تقوم بها خلال الأسبوع القليلة الماضية في أوروبا حول هذا الموقف معنا مباشرة من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر الصحافة تعنون بأن إسرائيل كسرت صمتها لأول مرة ربما نسأل هنا ما الذي استدعى هذا التعليق الإسرائيلي بعد فترة من الصمت مع الإشارة إلى أن هناك كان في تصريح لأحد الوزراء الإسرائيليين يتعلق بهذه القضية سابقا سأل خير كمال عاملان أساسيا في كثر هذا الصمت الطويل والمريب العام الأول هو ما نشرته صاحبة واشنطن بوس بأن نتنياهو قام بالاتصال هاتفيا في البيت الأبيض وطلب عدم التشدد في الموقف مع السعودية العامل الثاني والزيارة بين قسين الناجحة التي قام بها نتنياهو وزوجته سارة إلى صلطة عمان ارتجرت إسرائيل بعدها على الحديث علانية وبشكل مباشر عن علاقات مع الدول العروية لسيما في الخليج العربي الحكومة الإسرائيلية كانت رسميا مع الوزراء لم ينبسوا ببنشفة طوال شهر كامل وبعد التطورات الأخيرة نشرت واشنطن بوس ثم أكد مصدر مقرب ثم اليوم الثالث أكد نتنياهو تعقيبا على هذا الأمر أهم معارضة إسرائيلية زهابا جالون كتبت قبل قليل على موقعها على تويتر عبارات حدة جدا ردا على نتنياهو قالت لا نستغرب أن نتنياهو يقف ويدافع قتلت خاشف جيفا ومعروف بأنه يدافع ويتحالف مع كل سفاح على وجه الأرض هذه العبارات وردت حرفيا على الموقع زهابا جالون وبالتأكيد هذا ليس فقط موقف ميرتس وإنما كان هناك تفاعلات داخلية لكن في النهاية يسجل نتنياهو خصوصا بعد لقائه مع سلطان كابوس بأنه كسر حاجزا كبيرا حتى اليسار الإسرائيلي لا تطيع أن يجادله في هذا الأمر والأمور تنضج بهذا الاستجاه في إطار أمتعى وقت الصمت والآن وقت الصفقة نعم ناصر الصحفة الإسرائيلية شنت هجوم على صحفي جمال خاشخجي بعيدة مقتله في القنصلية السعودية في تركيا وكانت معظم التعليقات تتحدث عن رجل معادل إسرائيل رجل يريد تحطيم إسرائيل وكان هناك حملة كبيرة على جمال خاشخجي هل كان هذا تمهيد للموقف السياسي الإسرائيلي أو تبرير الموقف السياسي الإسرائيلي الذي أصدره نيترنياهو اليوم وأيضا نظرة إسرائيل لما يعتبره البعض فرص ضائعة بالشراكة مع السعودية فيما يخص فلسطين والمنطقة أرى في الحقيقة تطور الموقف في عدة مرحل المرحلة الأولى الصمت الرسمي أدى إلى ارتباك إعلامي إعلام الإسرائيلي في البداية حوالي أن تجنب هذا الموضوع ثم أمام الاهتمام الأمريكي الكبير بالأمر نشرت إسرائيل هذا الخبر باعتبار أنه خبر مجلة مجازين وحتى العنوين التي اختارتها في الأيام الأولى كانت تدل على أنه تم الشغل عليه اختارت عنوان الزوجة العشيقة والجثة يعني بهذا الشكل كانت تنظر ثم اكتشفت بأنها قصة دولية كبيرة وعميكة فأخذت تغطي من أطراف القصة وصولا للمرحلة التي وصل معها بمعنى آخر إذا تسأل كيف تعاملت الصحافة الإسرائيلية مع موضوع خاشكجي الصحافة الإسرائيلية فقطت في موضوع خاشكجي بكل معنى الكلمة فالكانت هي عبارة عن أجندات سياسية واضحة وتأتمر بأوامر سياسية أمنية شكرا جزيلا لك ناصر اللحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا مباشرة من بيت لحم وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وصف تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالواضح بشأن همية دور السعودية في استقرار المنطقة وفي تغريدة على تويتر قال الوزير البحريني إن لدى نتنياهو موقفا واضحا بشأن همية استقرار المنطقة ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار رغم الخلاف القائم في هذه الأثناء تسألت صحيفة واشنطن بوست عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعاقب السعودية على مقتل الصحفي جمال خاشقجي إذا كان يعتقد أنه يجب معاقبة إيران على مؤامرات القتل المزعومة في الدنمارك مقال في الصحيفة رأى أن كلام مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول إيران يثير الأسئلة حول كيفية محاكمة السعودية في ضوء اعترافها بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول وتتسأل الصحيفة عن قدرة الدول الأخرى على فرض عقوبات على إيران إذا لم تفرض الولايات المتحدة عقوبة كبيرة على السعودية فاصل قصير نتابع بعده مباشرة النشرة السابعة جدداً حياكم الله في بيروت ألغيت ندوة الأخبار الكاذبة والبروبغاندا والتضليل الإعلامي التي كان من المفترض أن يشارك فيها الصحفي البلجيكي والباحث في مجال الإعلام ميشيل كولون ضمن معرض الكتاب الفرانكفوني غداً الندوة ألغيت من دون معرفة الأسباب وحذفت بشكل مفاجئ من البرنامج كما ألغيت تواقع مجموعة إصدارات لكولون في اليوم عينه كولون معروف بمنهضته السياسة الإسرائيلية والأمريكية والغربية بشكل عام حول هذا الحظر والمنع معي هنا في الستوديو الكاتب والمؤلف البلجيكي دكتور ميشيل كونو دكتور كونو حياك الله بداية أهلاً ومرحباً بك على شاشة الميادين ومباشرة مساء الخير يبدو أن ضيفي لا يسمع الترجمة فيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء المنع بتقديرك دكتور كونو ما هي الأسباب أو من يقف وراء منع عقدكم لهذه الندوة وتوقيع الكتاب الجديد لا يسمع ضيفنا الترجمة سنحاول معالجة الترجمة سنذى بالأخبار أخرى في النشرة ثم نعود إليك مباشرة مشاهدين أحيت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم العالمي ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وذلك بوقفة تضامنية في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان ضد الإفلات من العقاب إنه تضامن أهل الصحافة مع أنفسهم قبل زملائهم ممن هلكوا في طيات أتعابها في مناسبة اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب يطالب أولئك في العاصمة الفرنسية باريس بالإنصاف للصحفيين ممن سقطوا ضحايا للنزاعات بات لزاما ربما أكثر مما سبق تأكيد الاحتفال بهذه المناسبة بعدما أخذت قضية الاعتداء على الصحفيين بعدا آخر من الاستهتار بأرواحهم وأقلامهم ومحاولات التلطي وراء مبررات وحجج واهية ففي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول كل العبر في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر يمر شهر بالضبط على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في ظروف مخيفة نعرفها جميعا نها جريمة أخذت منحا خطيرا ليس وحده من غيب بسبب مهنته لكن الخشية من أن يدفع كل صحفي ثمن حريته من رصيده الروحي والجسدي في تصفيات تكاد يلوح بها ترهيبا لكل من تسول له نفسه السيرة على نهجهم ففي السنوات الأخيرة قتل الصحفيين ميروسلافا بريش وخفيير فالداز بالرصاص في المكسيك ومثلهما يان كوسياك وخطيبته في سلوفاكيا منذ مطاع السنة الجارية أحصت منظمة اليونسكو مقتال 86 صحفيا وإذا كان المرسلون يتعرضون أحيانا للقتل في ساحات المعارك فإن العدد الأكبر من الضحايا هم الصحفيون المحليون الذين يحققون حول الفساد والجريمة والملفات السياسية يجب أن يتوقف قتل الصحفيين فقد قتل 1066 صحفيا خلال 15 عاما عدد جرائم القتل يتزايد وهو يستهدف الصحفيين العاملين في قضايا حساسة في كل قارة منظمة اليونسكو أطلقت حملة تحت شعار الحقيقة لا تموت بهدف التشجيع على نشر مقالة كتبها الصحفيون قتل خلال ممارستهم المهنة أو كتبت تكريما لذكرهم وتقول منظمة مرسلون بلا حدود إن سوريا هي البلد الأكثر دموية في العالم بالنسبة إلى المرسلين يليها المكسيك رغم كونه لا يشهد حربا على أرضه أعود من جديد إلى ضيفي دكتور ميشيل كونون الكاتب والمؤلف البلجيكي دكتور أعود ورحب بك مرة أخرى والآن تسمعني أكيد بشكل جيد كنت سألت عن الأسباب التي دفعت إلى منع انعقاد ندوتكم غدا ومن هي الجهة التي تقف خلف هذا المنع نحن في الواقع ننتمي إلى مجموعة أعلامية صغيرة ننتمي لمجموعة صغيرة دار نشر صغير نقوم بنشر كتبنا بشكل أساسي عبر الإنترنت وعبر المعارض الصغيرة ولقد أتيت في الواقع إلى بيروت في العام 2011 وكنت تواقع العودة للمشاركة في معارض الكتاب في باكروت وتمكننا من خلال العمل مع جهة رسمية في الحكومة البلجيكية أن نؤمن مشاركة للكتاب في هذا المعارض قبل رحلتي بيومين في حين أن زميلتي في ديريكا قد وصلت بيروت أعلمنا بأن المشاركة قد جرى إنهاؤها وأن كتاب الذي كتبته مع جورج قرم وزير المال قد جرى كذلك توقفها وقد تعرضنا للرقابة من دون أي انذار مسبق لقد أترضت على ذلك لكن السبب الأساسي خلفك ذلك هو أن اللوبي السهيوني الدعم لإسرائيل وهو ناشط وفاعل جدا في إسرائيل وبلجيكا وفرنسا والمتحدة الأمريكية قد وضعني في الواقع على القائمة السوداء منذ أن نشرت في العام 2010 هذا الكتاب واسمه إسرائيل فلنتحدث عنها وفي هذا الكتاب أتحدث عن كل الأساطير والأكاذيب بشأن الفصل العنصري في إسرائيل والنظام الاستعماري ولم يتقبل ذلك وقد شاركت في بعض الإطلالات التلفزيونية في فرنسا وبالطبع كنت حدا في كلامي وعندما تطلب مني المشاركة في أي مؤتمر أتلقت الصلاة الهاتفية تهددني بعد من المشاركة والآن قاموا بالضغط على سيد دوموت وهو رئيس الجمعية الفرنسية في بلجيكا وعلى شهات رسمية ومن دون الإصغاء لما أقوله قاموا بفرض ضغوط كبرى ما أدى إلى منعي من المشاركة ولم يقدموا أي حجاج قالوا أني معادل الإسلامية لكن بالطبع كل كتبي وكل مقالاتي تبين أنني مناهض لكل أنواعي العنصرية ويطلق الأكاذيب بحقي من دون أعطي أي فرصة للدفاع عن نفسي بالتالي أعتقد أنه في الدستور البلجيكي نتمتع بحرية التعبير لكن الآن نقوم بالتضحية بها فإن كنا لا نفكر مثل الحكومة أو مثل لوبي الدعم الإسرائيل ما عدنا نتمتع بحرية التعبير وأعتقد أن هذا اعتداء خطير طيب الكتاب الجديد أعتقد هذا الكتاب الذي كنتم تريدون توقيعه في بيروت أليس كذلك هذا الكتاب عن ماذا يتحدث أريد فقط أن نضعه على الكاميرا اسمها دليل استراتيجي لإفريقيا من تأليف كاتب فرنسي من أصول جزائرية وهو تحليل حول المناطق الخمسة في إفريقيا الجنوب والوسط والغرب والشمال وكذلك إفريقيا العربية وقوى الاستمرية قامت بكل مفواسها للتقسيم العربي والأفارقة ولابد من إعادة تشكيل هوية ووحدة شديدة وهذا الكتاب يبين ما فعله الاستعمار الأوروبي والاستعمار الجديد وما يفعله الآن بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعي العاملة على إضعاف إفريقيا والحرص على أن تبقى قارة إفريقيا منقسمة لكي تبسط أمريكا سيطرتها عليها لسيا بالنسبة إلى المناطق التي لا تملك نفوذا ومواصلة سرقة المواد الأولية ونعرف أن إفريقيا في الواقع هي القارة الأكثر ثران على مستوى الموارد وسكانهم الأكثر فقرا الأموال تذهب إلى خزائن الشركات الدولية والجمعيات المختلفة هذا ما ينتبه الكاتب وهو الكتاب الذي أردنا أن نعرضه في المعرض ويبدو أنه تعرض تسمح تعطيني كتاب إسرائيل هذا الكتاب الذي قلت سيد كولوم بأنه تسبب في حملة كبيرة عليكم وربما هذا الكتاب هو الذي تسبب بمنعكم هنا في بيروت سنتحدث عن المنع لم نكمل في موضوع المنع ولكن أريد أن أعرف ماذا في محتوى هذا الكتاب والذي أدى إلى شن هذه الحرب عليك والوصول إلى هنا إلى بيروت بيروت لبنان دولة معادية لإسرائيل أو إسرائيل دولة معادية للبنان بالأدق وبالتالي كان يمكن لك أن تتحدث عن الجرائم الإسرائيلية أو كانت لبنان هي المكان المثالي الذي يمكن أن تتحدث فيه عن الجرائم الإسرائيلية ماذا في محتوى هذا الكتاب الذي بسببه أنت اليوم تتعرض لضغوط نشد في هذا الكتاب مجموعة من المقابلات التي أشريتها مع قرابة العشرين كاتبا من كتاب عرب ويهود إسرائيليين وكتاب في البيت المتحدة الأمريكية وأوروبا مثل تشومسكي وأخرين أقل شهرة وقد صدرت كتب عدة بشان إسرائيل لكن أردت أن أضع في كتاب واحد أفضل ما يوجد بالنسبة إلى التاريخ والنفط والإستراتيجية والأعلم ومعادات السامية ونظام الفصل عنصري إلى خيره لكي يتمكن القارئ المهتم بالوصول إلى المعلومات المطلوبة بين يديه وبشكل بسيط من دون أن يذهب للكثير من المراجعة وما أزعج بهم أن هذا الكتاب قد لقى نشحا كبيرا لكن لم نحظى بأي تغطية أعلامية لا على التلفزيون ولا في أي مكان لكننا نتمكن من بعض 18 ألف نسخة وهم ترجموا بلغة العربية ونبحث عن دار النشرة العربية لكي أنشر الكتاب في المنطقة العربية إذن هو كتاب مواجه بشكل أساسي للجمهور الدولي أو الأوروبي ونحن هنا بالطبع أنتم تعرفون تماما ما هي إسرائيل لكن في بداينا يخبرون أن إسرائيل هي دولة اليهود التي نعانوا الأمرين في ظل هتلر وهم بحاجة لأرضهم وهم بحاجة لذلك وقد سرقوا أرض الفلسطينيين وهم يخفون أنهم في الواقع نقلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا بشكل أساسي لبسط السيطرة على النفط وكذلك تقسيم العرب والاعتداء على أي بلد قد يفكر بالحصول على استقلاله وتعرفون ذلك خير معرفة هنا في لبنان بالتالي هو كتاب يساعد القارئ لسيما القراءة الشباب وكل شخص في بلجيكا في أوروبا وسويسرا والغرب بأن هذه الدولة هي آخر نظام استعماري ويفرض نظام الفصل ويبدو من توقف ذلك عبر التضامن وعبر المقاطعة عندما أقول ذلك لا أشد أي مكان لي في التلفزيون البلجي وأتعرض للمهاجمة دكتور كولون هذا الكلام الذي تقوله لو كان في بعض الدول العربية لكن قلت أوكي في بعض الدول العربية في منع في قمع في سجن في تذويب بالأسيد في قطع بالقنصليات والآخر كما حصل مع الصحفي جمال خاشقجي بسبب رأيه إلى آخر لكن أنت تأتي من بلجيكا من أوروبا حيث هناك في أوروبا مهد الديمقراطية حيث هناك قدسية لحرية التعبير حيث هناك دفاع عن من يقول رأيه أي أن كان هذا الرأي طالما أنه لا يستخدم العنف أو لا يلجأ إلى العنف طالما أنه يقول أفكار هذا الكلام كيف يتم في أوروبا لو كان في بعض الدول العربية لكان أمراً اعتيادياً ربما لكن في أوروبا كيف تمنع الآراء في أوروبا؟ أو لماذا يمنع رأيك في أوروبا؟ أو في دول تحترم حرية الرأي؟ أنتم حقاً تماماً بالطبع في بودان عدل أبدا أن نناضي لكي نحظى بحرية التعبير في أوروبا نتمتع في الواقع بنظام منافق أكثر يمكن أن نقول كل شيء ولا يجز بنا في السجن لكن عندما نمنع أن نسل كتابة ما يرغبون به فهذا يصب في الخنة نفسها وفي الواقع إرمان واتشومسكي قام بتحليل تلاعب وسائلنا في الواقع تحت الأمريكي منذ قربة 30 عاماً وقالوا أننا نعيش في حالة ديمقراطية والرقابة ليست نظامية ومعممة لكننا نعيش في نظام حيث لا نمكن أن نتحدث عن ما هو مهم وبالتالي هي رقابة غير مباشرة وهي أكثر فعالية برأيه كما أعتقد مثلاً في بلداننا في أوروبا نحاول دوماً أن نجاهر ونقول مثلاً فرنسا هي دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان وعندما نقوم بالمشاركة في الحروب فذلك لدفاع عن الشعوب المحلية ودفاع عن حقوق المرأة ومواجهة أسلحة الدمر الشامل وهذا ما كان عملي منذ كتاب الأول عام 1991 حتى تحدثت عن مساء العلام تحليل استراتيجيات الحرب وكذلك تلعب الرأي العام وبث المعلومات الخاطئة وما لا نقوله في بلداننا هو أن حكوماتنا تتحالف في الواقع مع القاعدة وأنا حذر فيما أقول في هذا الكتاب أفكار بشأن الحرب والإرهاب والإسلام حللت كيف سيد برجنسكي قد استخدم بلدان في أفغانستان ومثلما كيف قاموا باستخدام الإرهاب في البصنة في كوسوفو وذلك في مواجهة كذلك ليبيا وسوريا وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية وذلك خلف الأبواب المنصدة وما لا يمكن أن نقوله في بلدي مثلا هو أن الإرهاب هو أمر فاضح بالطبع فهو يؤدي إلى أفعال لا يمكن لأحد أن يوافق عليها لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صاحبة هذا الإرهاب هي في أصل إرهاب كلينتون اعترفت بذلك برجنسكي اعترف بذلك كتابي المقبل حول الولايات المتحدة الأمريكية وعطي الكلمة لرؤساء ووزراء ومفكرين استراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية قالوا بصورة واضحة نحن من قمنا بإطلاق الإرهاب بهدف شيطانات الإسلام وقلب الحكومة في أفغانستان وبلدان أخرى عندما يقومون بإرسال شيوشهم في العراق وإفغانستان لا يمكنهم أن يفوزوا بالحرب وذلك مكلف ويؤدي ذلك إلى تندين أخلاقي دولي وبالتالي يلتفون حول ذلك يذهبون للأبواب الخلفية يحللون يتوطعون مثلا مع السعود وبعض الأسر والأنظمة الدكتاتورية العربية ويقومون بتمويل الإرهاب وهذه مسألة لابد أن نكون أصحاب الحق بالكشف النقاط سأسألك في نقطتين بشكل سريع الأولى قبل قليل في النشر دكتور ميشيل كولون كنا نستمع لأحد النواب الفرنسيين في الجمعية العمومية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية برلمان يقول يصرق في القاعة ويقول كيف تشتري السعودية صمت فرنسا كان يتحدث عن قضية خاشقجي تحديدا أريد أن أسألك عن هذه القضية وأيضا تأثيراتها في الرأي العام في أوروبا وكيف تتعامل معها السياسات في أوروبا وفي الغرب عموما تجاه هذه القضية الولايات المتحدة الأمريكية قد إبرم تحالفا مع السعود البريطاليون هم في الواقع من أوصلوا السعود إلى السلطة وقموا بتوفير الحماية لهم وسلموهم كذلك العرش والنفط وروسفلد بعد ذلك قام بإبرم تحالفا مع الملك ومن ثم كاسنجر قام برفع أسعار النفط الذي كان مشاهديا لكن لابد من إدعاء ذلك في الخزان الأمريكي ومساعدة الجيش الأمريكي على المشاركة في الحرب وإنقاذ كذلك بورسات وولستريت وبالتالي تحالف واضح أمريكا وسعودية لسيما وأن إسرائيل هي حاملة الطائرات الأمريكية وسعودية هي حاملة النفط ونحن نعيش في حالة من النفاق الكامل يمكن أن نسمحا للسعوديين بأن يهاجموا البحراء واليمن ونتحدثوا في اليمن عن حرب أشبه بإبادة جماعيات تمتدوا منذ سنوات بتمويل بتوفير أسلحة فرنسية وأوروبية وأمريكية ولا بد من أن يحصل الشعب اليمني على الحق بتحديد مصيره لا يمكن لأحد أن يتدخل وأن يقول هذا هو من سيكون قائدكم وهكذا سيكون نظامكم هذه ليست الديمقراطية هذا أمر يشكل ضربا خيالية من النفاق بالنسبة إلى أوروبا وأمريكا أن يقوموا بدعم السعودين لقمع شعب يقبوا فقط باستقلاله ودفاعه عن مصيره بالنسبة إلى قضية أخاشقشي لقد باله كثيرا تحدثوا عن فضيحة ونحن مضطرون الحديث عن ذلك ويقومون الحاليا بإخفاء بصمات الأمول كي تتواصل أعمال على حالها بالتالي أعتقد أننا بحاجة إلى حركة تنديد دولية حقيقية ليس فقط بالحديث عن عملية الاغتيال هذه بل عن مجمل أفعال السعود فتحدثوا عن سياسة تجازفوا بالسلام العالمي في نصف دقيقة سبحت لدكتور كورون فيما يتعلق بالندوة هل ستعقد أم استسلمتم لقرار المنع؟ هل سيكون هناك عقد لهذه الندوة هنا في بيروت غير مكان مقرر لها؟ سنذهب في الواقع للمعرض لكن لن نكون قادرين على عرض كتابنا والمشاركة في النقاشات سأتشارك مع المفكر ووزير لاما سيد جورج كورم نقاشا خارج المعرض وذلك في 6 نوفمبر 22 عند الساعة الرابعة من بعض الظهر في مركز الدراسات وتوثيق الاستراتيجي يمكن بكبه حال على كل المعلومات الموجودة عبر الإنترنت تحدث عن المركز الاستشاري للدراسات وتوثيق مع سيد وليد شقرا ومتحدثين آخرين وأعتقد أنه من المهم جدا أن نسمح بإفصول هذا التباتل بين الأوروبيين وبين أهل المنطقة لكي نرى كيف يمكننا معا أن نضع حدا لهذا الاستعمار الجديد وكيف يمكننا أن نناضل معا إحلالا للسلام وكذلك لحق شعوب في تقرير مصيرها وبحسبه ذلك يتعلق بالإعلام بشكل أساسي فنحن مؤسستنا صغيرة ومقدراتها المالية ضئيلة وهذا الكتاب هو ما يمكن أن نقدمه وبالتالي أطلق نداء لكي يساعدنا أي كان بكل الطرق لسيما خلالي تبادل معلومات والتعاون الحقيقي وكما قلت أنا أعتقد فلا أن الحرب لتحقيق السلام تمر بالإعلام أتمنى لكم التوفيق وعقد هذه اللدوة وأيضا توزيع هذا الكتاب الجديد والكتب الأخرى أشكرك جزيلا شكر دكتور ميشي كولون الكاتب والمؤلف البلجيكي لحضورك هنا شكرا جزيلا نشرت تنسيقيات المسلحين صورا قالت بأن الافتتاح معبر مورك في رفي حمى الشمالي تجاريا أمام عبور الشاحنات ذهبا وإيابا من وإلى حمى وإدلب شمال السورية تنسيقيات لم تتحدث عن معود السماحين المدنيين بالعبور ولم يعلن رسميا من الجانب الحكومي عن فتح الطريق الذي يعتبر ضمن إجراءة المرحلة الثانية لاتفاق سوتي التركي الروسي تواصل القوات التركية والأمريكية تسير دوريات المشتركة في مدينة ميمبيج السورية نشرت وزارة الدفاع التركية اليوم مشاهد لهذه الدوريات التي تأتي في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول ميمبيج في يونيو حزيران الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو من أن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول تستورد النفط الإيراني بومبيو قال أن الإعفاءات ستكون مؤقتة وتهدف للمحافظة على استقرار أسعار النفط وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوشين أكد أن الولايات المتحدة تعتزم إنفاذ عقوبات إيران بتصميم وقوة كما أشار إلى أنه سيصدر الأثنين قائمة بمؤسسات مالية إيرانية تشمل العقوبات وهدد شبكة سويفت المالية العالمية بالتعرض للعقوبات إذا ما تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية يشملها الحظر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن بلاده لا تراودها أي مخاوفة من إعادة واشنطن فرض عقوبات جديدة ضدها قاسمي أكد أن إيران قادرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات واشدد على أن واشنطن لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني سبعا أن تتمكن أمريكا من تحقيق هدفها السياسية من خلال العقوبات قال الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والكوبي ميجيل دياز كانيل أن فرض بعض الدول عقوبات أحادية وتوجيهتها من غير مثبتة يمثل عاملا مزعزعا للاستقرار خلال مؤتمر صحفية مشترك في موسكو أكد بوتين تبات موقف روسيا الدعي لرفع العقوبات الأمريكية عن كوبا فورا ومن دون شروط كما طلب الرئيسان واشنطن بعدة النظر في الانسحاب من معاهدة الحد من السلاح النووي لطالما دعت روسيا وكوبا إلى التقييد الصارمي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في مثاق الأمم المتحدة بما في ذلك احترام سيادة ومصالح جميع الدول وعدم جواز الضغط عبر القوة نلاحظ الأولوية العالية التي نوليها كلا للعلاقات الثنائية وإمكانية مواصلة تطويرها نحن مرتبطون بالقواسم المشتركة في المواضيع المختلفة فيما يتعلق بالأجندة الدولية وخاصة في الدفاع عن السلام ودور المؤسسات الدولية وكذلك تعاوننا الوثيق في مختلف الهيئات الدولية النشر أنتهت في ختامها تذكير بالعناوين سبعة شهداء وأكثر من عشرين جريحا في هجوم مسلح على حافلة جنوب مصر عشرات الإصابات في اعتداءة قوات الاحتلال على مسيرات العودة عند السياج الفاصل مع غزة شهيد وعشرات الجرحة في غارة مكثفة للتحالف السعودي على صنعاء والحديدة وحجة سشار أردوغان يؤكد تذويب جثة خاشق جي بعد تقطيعها ونتنياهو يشدد على ضرورة استقرار السعودية وأولوية مواجهة إيران واشنطن تقرر وفاء ثماني دول من عقوباتها على إيران مؤقتا من بين تركيا وطهران تؤكد عدم تأثرها وقدرتها على إدارة شؤون الاقتصادية مزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء